موسيقى عندما توقفت صحيفة كريششان ساينس مونتر الأمريكية عن إصدار نسختها الورقية قبل سنوات تصور المراقبون أن الأمر لا يعد كونه حالة فردية لكن مع اتخاذ الانديبندنت البريطانية القرار نفسه في نهاية مارس الماضي بدأ الأمر بمثابة انتصار آخر للتكنولوجيا الرقمية على الصحافة الورقية من باب الجدوى الاقتصادية في لبنان حاليا تتجه أعرق الصحف إلى وقف نشر الطبع الورقية لأسباب مالية الحالة اللبنانية مجرد مثال على ما يمكن أن تشهده بلدان عربية أخرى قريبا موسيقى موسيقى مر على تأسيس جريدة اللواء اللبنانية أكثر من ستة عقود وهي اليوم تكافح من أجل استمرار النشر وتسعى لخفض عدد الموظفين في مسعى لسد العجز وتقليص النفقات هذه الأدمي بدأت وهي تتفقق يوم بعد يوم بسبب غياب الدعم الدولي اللي هي قطاعها لإعلام وبسبب التراجع على الموارد بالاشتراكات والإعلانات وأيضا تراجع على الاهتمام العربي بالإعلام اللبنان من كل ما تعرفي كل الصحف موجودة عندها طبعة إلكترونية وعندها مواقع إلكترونية ولكن البحث حاليا أنه هل تستمر الطبعة الورقية أولا تستمر أزمة مالية لم يسبق لها مثيل قد تدفع بأعرق الصحف اللبنانية كالنهار والسفير واللواء إلى الإغلاق أو وقف النشر والاكتفاء بالنسخة الإلكترونية نحن فترة ما نشوف في إغلاق الصحف والمجلات هلأ بس المشكلة عندما مست الجرائد الكبيرة والأساسية والتاريخية بالبلد يعني مش أول مرة بالسكر جريدي لكن اليوم عم يعني نهار السفير اللواء هذه أسماء منها تفصيل طبعا صفحة أو صفحتين أو أنه نقلي على الإنترنت بحل المشكلة لا يعني كمان بدك تنظري كيف يمكن أن تواكب العصر وتحولات جديدة لكن بمنطق آخر بمنطق يحترم الصحاطي ويحترم العاملين بهذه المهنة السوق العلام لبناني صغير الحجم ومنافسة كتير كبيرة لبل هائلة إذن صار في عندهم مشكلة موارد كانوا يقدروا يتكيفوا مع هذا الموضوع أو يعودوا عبر ما يسمى المال السياسي أو الأموال التي تنفق من قبل المتمولين أثناء المعارك الانتخابية ولكن مثل ما نعرف الانتخابات لغية مرتين في لبنان وصار في شح في كمية المال السياسي بشرت معظم الصحف اليومية منذ أكثر من عام في صرف عدد كبير من الموظفين لكنها لم تنجح في تأمين موارد جديدة لمواجهة الأزمة المالية كما أنها تواجه منافسة حادة من مواقع إخبارية إلكترونية وسط ازدياد الاهتمام بالطبعات الإلكترونية والأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الأزمة المالية التي تعاني منها أغلبية الصحف اللبنانية تنسحب أيضا على مؤسسات أعلامية مرئية وإذاعية عاجزت عن دفع رواتب موظفيها وضمان حقوقهم وفي ظل انقسام في نقابة الصحافة وغياب دور نقابة المحررين يخشى كثيرون ضياع حقوق الصحفيين لاريسا عن سكاينيوز عربية بيروت مرة أخرى إلى شانتال وهذا الاستعراض لأهم المشكلات التي تواجه الصحافة الورقية في عصر التقدم التكنولوجي يعني البعض كان يقول شانتال هذه مسألة يعني عاجلا أم آجلا ستحصل هي مسألة متى ستحصل بدأت بقوة بالعام 2008 مهند تماما وهي يعني تكثر عام بعد عام يعني شهدت الصحافة الورقية خلال السنوات الأخيرة إذن كما تبعنا أزمة حقيقية تفاقمت في العديد من الدول الغربية مع ثورة الاتصالات والمعلومات وظهور شبكة الانترنت فتوقف بذلك الكثير من القراء عن مطالعة الصحف الورقية ونشأ جيل جديد لم يعد يعرف التعامل مع الورق فبات الحصول على المعلومة أمرا مجانيا نتيجة هذا التطور مشاهدين تحولت عدد كبير من الصحف الكبرى في العالم إلى صحف رقمية مثل سنبدأ بالصحيفة الأولى التي تحدث عنها مهند الليلة كريستشين ساينس مونيتر هذه الصحيفة ألغت تبعاتها الورقية منذ العام 2008 واكتفت بنسخة رقمية على موقعها على شبكة الانترنت نتحول إلى هذه المجلة الأسبوعية الأمريكية الشهيرة نيوزويك نيوزويك أوقفت نسختها الورقية عن الصدور منذ نهاية 2012 واقتصرت أيضا على نسخة إلكترونية حملت عنوان نيوزويك جلوبل منذ بداية 2013 هذه أيضا مجلة معروفة جدا يو اس نيوز وورد ريبورت هذه المجلة هي الثالثة الأوسع انتشارا في أمريكا توقفت في تشرين الثاني من العام 2010 أيضا وتحولت إلى مجلة رقمية نتابع هنا من الصحف الأمريكية هذه الصحيفة الفرنسية التي تحولت إلكترونية فرانس سوار توقفت عن الصدور منذ شهر نوفمبر 2011 واكتفت أيضا بنسختها على الانترنت أيضا صحيفة معارف الإسرائيلية توقفت عن توزيع طبعتها الورقية في أيلول 2012 مع استمرار نسختها الإلكترونية على شبكة الانترنت مجموعة أخرى مشاهدين من الصحف لجأت إلى تقليص أرقام توزيع وإلغاء ألاف الوظائف وتسريح عدد كبير من العاملين تسريح عدد كبير من العاملين فيها أهم هذه الصحف نبدأ هنا بـ Chicago Tribune بأيضا أمريكا Boston Globe و Los Angeles Times ومجلة Time الشهيرة الأمريكية المجلة الأوسع انتشارا في العالم لابد من الإشارة مهند بالإضافة إلى هذه المجلة والصحف عدد كبير من الكتب الورقية أيضا توقفت وتحولت إلى كتب إلكترونية كل ذلك يضاف إلى عدد الموظفين الذين يصرحون كما تبعنا من كل هذه الشركات التي تتوقف عن العمل بالأوراق لنقل وتتحول إلى العالم الافتراضي يعني شانطال كما أشرت أنا قبل قليل أنا أعتقد هذه كانت خطوة قادمة لا محالة يعني مع التطور التكنولوجي ومع انتشار المعلومات بوسائل أخرى بأدوات حديثة غير الورق اختلاف عادات القراءة عند المتلقي أعتقد أن هذه الصحف كان يجب أن تتوقع هذا الشيء وأن لا تفاجأ بمثل هذا التغيير المشكلة في عالمنا العربي أن السوق الإعلانية في كثير من الدول أصلا سوق ضعيف ولا يستطيع أن يدعم كل هذه الإصدارات الورقية لبنان عندكم على سبيل المثال مثال جيد هناك الكثير من الصحف الصحف الجيدة ولكن السوق صغير ولا يمكن أن يدعم كل هذه الصحف وإضافة إلى ذلك اختلفت عادات القراءة أصبح الاعتماد أكثر على الإنترنت أنا لا أذكر أي أمتى آخر مرة اشتريت جريدة ورقية يعني ربما في المطار هو المكان الوحيد الذي أقرأ فيه في الطائر عادة يعني معظم الناس تحولوا من الطبعة الورقية وأصبحوا يعتمدوا على نسخة الإنترنت والأزمة المالية أيضا مهندة كان إلى دور كبير أيضا بتوقيع كل هذا الموضوع بالتأكيد طبعا الجانب السلبي هنا هناك الكثير من العائلات التي تعتاش من وراء العمل في هذه الصحف وهنا الجانب السلبي لهذه المسألة